بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثاني عشر من الفصل الخامس لمكره هندسة البرمجيات في الجزء ده جماعة نتكلم عن موضوع اسمه behavioral model أو نمازج الأداء نشوف مع بعض كده behavioral models أو نمازج الأداء والمقصود بها جماعة هنا إيه؟ بقصود بها الأداء الديناميكي للنظام لما يكون أثناء التنفيذ يعني إيه أداء الديناميكي؟ يعني مثلا على سبيل المثال جاله داتة معينة إزاي هيرد على الداتة دي؟ رد فعله على الداتة دي هيكون إيه؟ معايا؟ جاله داتة من جوا النظام عنده رد فعله هيكون إزاي؟ طيب جاله حدث معين رد فعله عن الحدث ده هيكون إزاي؟ دي مقصود بها بإيه يا جماعة؟ بـ behavioral models أو نمازج الأداء طيب نقرأ مع بعض بنقول behavioral models are models of the dynamic behavior of a system as it is executing أثناء التنفيذ زي شو what happens؟ إيه المفروض يحصل؟ or what is supposed to happen؟ اللي حدث والمفروض يحدث هو إن a system responds لما السيستم يرد على مين بقى؟ على motivation الموتيفيشن ده ممكن يكون data أو event يعني ممكن يكون بيانات أو حدث منين؟ من الـ environment هيرد على الـ data أو الـ event ده إزاي؟ طريقة رده هيكون إزاي؟ لما يجي له data أو event من جوه الـ environment بتاعته من جوه إيه؟ البيئة المحيطة منه طيب إذن ممكن إيه؟ نفكر مع بعض بقى ونقول بقى أن الـ behavioral models ممكن تنقسم لجزئين data يعني إيه؟ يعني بيتصرف بوليئاً على data جاتلو يبقى إزان data some data arrives بعض الـ data بتوصل that has to be processed اللي لازم يحصل لها عملية معالجة وإزاي system وطريقة رد فعلاً هتكون على الـ data دي إزاي؟ إيه اللي ممكن يحدث وإيه اللي من المفروض أن يحدث؟ طيب وفيه نوعه تاني يبقى بيتم عن طريق events حدث يعني بيجي له حدث معين الحدث ده بيخليه يعمل شوية processing بعض العمليات والبعض العمليات المعالجة some event happens بعض الأحداث ممكن تحدث that triggers يعني إيه triggers system بتدفع السيستم لعمل بعض الـ processing المعالجة وممكن يكون الـ event ده جماعة مرتبط بـ data بس مش في كل الأحوال إزاي نقول كده an events may have associated data ممكن ترتبط بـ data لكن ما نقدرش نقول الكلام ده في طول الوقت يبقى نقول تاني نقول إن المزج الأداء تتكون من كم جزء تتكون من جزءين data يعني إيه؟ هذا النظام رد فعلي بناء عن data جات له من جوة النظام أو events والـ events ده برضه عبارة عن حدث أو حدث دفعوا إن يقوم بعملية processing عملية معالجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر